السائل يسأل عن أمرين الأمر الأول سأل عن كتب الضلال هل هي كتب المسيحية اليهودية الوهابية هل هي هذه أو لا ثم عقب بسؤال آخر هل الكتب في الجو الشيعي وهي كتب شيعية تشكك في الأدعية في الزيارات ما هذا الكلام ينطبق على إسحاق الفياض نفسه هو ليس مشككا هو منكر منكر للأحاديث والعقائد والروايات والأدعية والزيارات بحسب المنهج الطوسي الخوئي وهذا الأمر يشترك فيه السستاني وسائر المراجع الآخرين فهم يشربون من نفس الآنية القذرة وهم يكرعون في نفس العيون الكدرة الوسخة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الموضوع لكنني أقول لكم من أنه في الأزمنة السابقة في زمان الأئمة المراد من كتب الضلال الكتب التي تبعد الناس عن العترة الطاهرة هذه هي كتب الضلال أي كتاب إن كان الكاتب شيعيا أو كان الكاتب بوذيا أو كان الكاتب وهابيا أو كان الكاتب مسيحيا أي كتاب يبعد الناس بشكل عام أو على الأقل يبعد الشيعة ويضعف عقائدهم بمحمد وآل محمد فهذا كتاب ضلال فهذا الكتاب في زمان الأئمة الحكم الشرعي الصادر منهم لا يجوز نسخه ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز إعطاؤه ولا يجوز تدريسه ولا يجوز تعليمه ولا يجوز تعلمه إلا للذين لا يتأثرون به وهم ينتفعون من الإطلاع عليه الذين لا يتأثرون به وينتفعون من الإطلاع عليه فالآئمة هم الذين يقولون أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه هذا هو أعلم الناس الذي يجمع علم الناس إلى علمه والمراد من المراد ليس بالضرورة أن يكون علما نافعا فأعلم الناس من جمع علما الناس الذي قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا إلى علمه النافع هذا هو المراد من كلام الأئمة أعلم الناس من جمع علما الناس إلى علمه إلى علمه النافع جمع علم الآخرين أكان علما نافعا أم كان علما ليس نافعا وإنما من خلاله يستطيع الإنسان أن يجعله نافعا لمعرفة الضلال من هذه الجهة خلاصة القول من دون أن أذكر لكم ماذا قال فقهاء الشيعة لا شأن لي بفقهاء الشيعة وأبرأ إلى الحجة بن الحسن مما يقوله فقهاء الشيعة مما يقوله فقهاء حوزة النجف مما يقوله فقهاء حوزة الطوسي كتب الضلال هذا هو تعريفها الكتب التي تبعد الناس عموما أو على الأقل تبعد الشيعة عن العترة الطاهرة عن منهجهم الصحيح هذه كتب الضلال أكان الكاتب شيعيا أم لم يكن شيعيا من أي ملة حكمها بينته لكم لا يجوز نسخها طباعتها كتابته إلا للذين ينتفعون منها والذين لا يتأثرون بها وإنما يطلعون عليها لغرض الفائدة بأي حيثية من الحيثيات التي ينتفعون منها هذا الكلام يناسب الأزمنة السابقة في زماننا لا نستطيع أن نطبق هذه الأحكام ربما يستطيع شخص بمفرده أن يطبق حكما كهذا مثلا أن يكون صاحب مطبعة هو يمتلكها ويأخذ قرارا من أنه لن يطبع كتابا يبعد الناس عن العترة الطاهرة هذه قضايا خاصة في زماننا هذه المسألة خرجت عن السيطرة لكن يبقى التعريف هو التعريف كتب الضلال هي الكتب التي تبعد الناس عن العترة الطاهرة تبعد الناس عن إمام زماننا حتى لو كان الكتاب مؤلفا عن إمام زماننا والذي ألفه شيعي لكنه ألفه وفقا للمذاق المرجئ كحال الكتب التي هي موجودة الآن عن إمام زماننا في المكتبة الشيعية فهي مؤلفة وفقا للمذاق المرجئ قد ينتفع منها بحدود ما ولكنها في الحقيقة تشكل حاجزا فيما بين الشيعي وبين المعرفة الصحيحة من هنا رسالة إمام زماننا إلينا عبر ميرز مهد الأصفهاني طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أن يأتي عالم شيعي مؤلف شيعي كاتب شيعي ويفرغ نفسه كي يجمع الأحاديث من كتبنا عن إمام زماننا ولكنه يأتي بأحاديث المخالفين وبعد ذلك يفهم الأحاديث وفقا للرؤية المرجئية لإمام زماننا هذا كتاب ضلال إسحاق الفياض مباشرة ذهب إلى أن هذا العنوان لا ينطبق على كتب المخالفين كاتلتهم كتب المخالفين ما هي كتب الشيعة من كتب الضلال أي كتاب يبعد الشيعة عن العترة الطاهرة هو كتاب ضلال أي كتاب على سبيل المثال عقاعد الإمامية للشيخ المظفر هذا كتاب ضلال لأنه مبني وفقا لمنطق مخالف لمنهج العترة الطاهرة فهذا الكتاب على سبيل المثال يشتمل على عقيدة توحيد شرقية لأنه يعد الإرادة من الصفات الذاتية وبشكل صريح في أحاديث الأئمة يصفون الذي يعتقد بأن الإرادة من الصفات الذاتية وليست من الصفات الأفعالية ليس موحدا ليس موحدا إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا فأنا حين وصفت الكتاب بالشرك فأنا حين وصفت الكتاب بالشرك ذهبت إلى المرتبة الأقل فالإمام الرضا يقول ليس موحدا الذي يعتقد أن الإرادة من الصفات الذاتية لله ليس موحدا إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مشركا عقائد الإمامية وكل كتب العقائد أنا أخذت هذا الكتاب مثالا لماذا؟ لأن مراجع النجف يدرسون هذا الكتاب لشباب الشيعة ولطلاب الحوزة أيضا وحينما يسألهم الناس عن كتاب عقائدي يرشدونهم إلى هذا الكتاب فعقدة التوحيد وحق هذا القرآن بحسب أهل البيت عقيدة شرقية في كتاب عقائد الإمامية وسائر موضوع التوحيد أيضا وأساسا هذا الكتاب مبني على منظومة أن أصول الدين خمسة وهذه عقيدة شرقية أيضا فديننا مبني على أن أصل الدين واحد هو الإمام المعصوم والتوحيد يتفرع عنه ما هكذا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم التوحيد منهم فرع منهم لأن التوحيد ما هو الله هؤلاء الوهابيون أقنعوكم من أن التوحيد هو الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم هذا هو التوحيد التوحيد ما هو الله التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم نحن لا نعرف الله الذي يعرفنا بالله سبحانه وتعالى هو الإمام المعصوم سيكون هو الأصل وسيكون التوحيد فرعا لأننا تعلمناه منه يا علي أنت أصل الدين منظومة أن أصول الدين خمسة هذه منظومة ناصبية شركية قذرة جاء بها أطوسي من الأشاعرة والمعتزلة لا علاقة لمحمد وآل محمد بها أي آية في القرآن تشير إلى أن أصول الدين خمسة أي رواية عند محمد وآل محمد أي زيارة أي دعاء في أي مكان لا يوجد شيء من هذا هذا دين الأشاعرة والمعتزلة هذا هو دين النواصب دين مرجعة النجل هذا هو الذي أقوله لكم أنا أقول يا مراجع النجل تعالوا كي نصحح هذا الواقع و والله سأكون عبدا عندكم انتفعوا من خبرتي في هذا المجال انتفعوا من خبرتي أنتم تنتفعون من خبرة كل أحد ألا تنتفعون من خبرة الأطباء هنا في لندن فلماذا يتراكض المراجع وأصحاب العمائم إلى لندن لماذا؟ أو إلى واشنطن لماذا تتراكضون إلى هذه العواصل؟ لأجل العلاج تنتفعون من خبرتهم لماذا تنتفعون من خبرة المحامين؟ من اليهود من النصارى من كل الملل في مؤسساتكم وأنشطتكم في الدول المختلفة لماذا تنتفعون من الخبراء الأجانب في الأمور الاقتصادية؟ أنا لا أتحدث وفق الافتراضات أنا أتحدث وفقا لمعلومات فلماذا لا تنتفعون من خبرتي في هذا المجال؟ وأنا واحد منكم أنا لست مستجديا هنا أنا لا أبالي بكم إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف أريد أن أبين لكم من أنكم لا تفقهون شيئا من دين محمد وآل محمد الدين الذي تفقهون فيه هو دين المرجئة أتحدث عن المرجئة الشيعة هو دين البترية أتحدث عن دين البترية الشيعة هو دين المقصرة أتحدث عن دين المقصرة الشيعة هذا هو الدين الذي تفقهون فيه السائل هكذا سأله ما هي كتب الضلال؟ هل هي كتب المسيحية واليهودية والوهابية؟ ثم نقل السؤال إلى كتب في الجو الشيعي وهل الكتب أو المقولات التي تشمل التشكيك في مذهب أهل البيت؟ أيضا استعمل المذهب هنا بالمعنى الإصطلاحي وهذا ما يرفضه إمام زماننا السائل يكتب سؤالا بخلاف ذوق إمام زماننا والمجيب يجيب جوابا بخلاف ذوق إمام زماننا هذا هو الواقع الشيعي إنه الواقع الذي صنعه مراجع حوزة النجاف فماذا قال؟ تشمل كتب الضلال ما ذكرت؟ كتب الضلال تشمل ما ذكرت؟ ما هو ذكر كتب الوهابية كلامه متنقض تشمل كتب الضلال ما ذكرت؟ ما هو أسائل ذكر كتب الوهابية فماذا قال بعد ذلك؟ ولا تنطبقوا على كتب المخالفين فضلا عن المتعرضة للخلاف في بعض مسائل الفروع ولو داخل المذهب يعني الكتب الشيعية ليست من كتب الضلال حتى لو كانت مشككة منكرة بحقائق دين أهل البيت هذه ما هي بكتب ضلال؟ وكتب المخالفين ما هي بكتب ضلال؟ كتب الضلال يبقى منها كتب المسيحية واليهودية هم الشيعة لا يقرؤون كتبه حتى يقرأوا كتب المسيحية واليهودية لكنه مباشرة ذهب إلى كتب المخالفين ولا تنطبقوا على كتب المخالفين كيف لا ينطبق عنوان الضلال على كتب المخالفين؟ هذا الكلام هراء في هراء بحسب موازين أهل البيت هناك دجالون ثلاثة هناك الدجال اليهودي المسيحي وهناك دجال السقيفة أتحدث عن سقيفة بني ساعدة وهناك دجال النجف دجال الشيعة الدجال الشيعي والدجال السقيفي والدجال اليهودي الأكثر خطراً من الدجال اليهودي هو الدجال السقيفي لماذا؟ لأن الدجال اليهودي يبدأ نشاطه بعد ظهور إمام زماننا مع وجود إمام زماننا إننا لا نخاف منه أما الدجال السقيفي أما الدجال السقيفي فإن نشاطه بدأ بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله الدجال السقيفي هو الذي قتل رسول الله وبدأ نشاطه منذ ذلك اليوم الدجال السقيفي أخطر من الدجال اليهودي الدجال الشيعي أخطر من الدجال السقيفي الدجال الشيعي بدأ نشاطه منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤوم سأقرأ عليكم هذا الحديث إنني أقرأ عليكم من كتاب الصفات الشيعة للشيخ الصدوق الحديث الرابع عشر في بداية الكتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق الحديث الرابع عشر ماذا جاء في هذا الحديث عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت يتخذ يعتقد يدين بها إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت يعني من الشيعة لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال من الدجال بنوعي من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي حتى في كتب المخالفين في كتب المخالفين ينقلون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم في جوامعهم الحديثية من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه لفتنة بعضكم أشد من فتنة الدجال إنه الدجال اليهودي لفتنة بعضكم إنها فتنة أقطاب السقيفة أشد من فتنة الدجال إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال من الدجال بنوعي من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي هذا هو الدجال الشيعي هل يكون مثلا خياطا هل يكون مثلا بناءا هل يكون صيدليا هل يكون أستاذا جامعيا هل يستطيع أن يخدع الشيعة بشكل عام بدجله بحيث أنه يحرف دينهم قطعا لن يكون من هؤلاء هؤلاء لا دخل لهم في تحريف الدين هؤلاء يحرف دينهم أيضا من الذي يحرف الدين علماء الدين من الذين يحرفون الدين من علماء الدين إنهم المراجع المرجع الأعلى زعماء الحوزة هؤلاء هم الذين يحرفون الدين ولذلك إمامنا الصادق وصفهم بأنهم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه الفتاوى وهذه العقائد التي يثبتها إسحاق الفياض وهي نفسها عقائد السستاني بل عقائد السستاني أسوأ من عقائد الفياض وفتاوى السستاني أسوأ من فتاوى الفياض وأقبح وألعن منها هذا هو الضلال بعينه فهذه الفضائيات والمواقع الألكترونية والكتب والحوزات هذه منابع الضلال الحوزوي المرجع تعالوا تعالوا كي نكمل الحديث إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي فقلت له يا ابن رسول الله بماذا إنه أحمد ابن محمد الخزاس يقول لإمامنا الرضا فهذا هو الراوي الذي روى لنا هذه الرواية فقلت له أحمد ابن محمد الخزاس الخزاس يعني يبيع الخس هو هذا الخزاس فقلت له يا ابن رسول الله بماذا بماذا يكون بعض الشيعة أشد فتنة من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق ما هذه الأجوبة التي قرأت عليكم نماذج منها وهذه الفتاوى وهذه العقائد ينطبق عليها هذا الوصف لأنها تدفع الشيعة لموالاة أعداء محمد وأهل محمد وتدفعهم لمعاداة أولياء محمد وآل محمد وإلا لماذا جاء الفياض لحرب قناة القمر ولحرب شخصيا ولعقد المؤامرات هنا بأمر من مرجعية السيستاني وبشكل مباشر من محمد رضا السيستاني لماذا جاء إلى هنا فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف يصبح الشيعة دجالين أشد خطرا من الدجال اليهودي ومن الدجال السقيفي قال بموالاة أعدائنا ما هو السيستاني يقول من أن النواصب أنفسنا أما قناة القمر فيجب أن تعارب بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من من منافق كتب حوزة النجف تفعل هذا الفعل هذه هي كتب الضلال هذا الجواب ضلال في ضلال في ضلال هذا هراء ولا بد أن تعلم من أن جواب إسحاق الفياض هذا موجود في الرسائل العملية كلها هذا الجواب موجود في الموسوعات الفقهية كلها هذا الكلام ما هو بكلام خاص بإسحاق الفياض هذا المضمون الذي طرحه في جوابه على سؤال السائل موجود في الرسائل العملية كلها التي تحدثت عن كتب الضلال وموجود في المواقع الألكترونية الرسمية كلها التي أجابت عن كتب الضلال وموجود في الكتب الفقهية الصغيرة والكبيرة ويدرس هذا في الدروس الحوزوية هذا هو منطق حوزة الطوسي ما هو بكلام خاص بإسحاق الفياض لكن الجواب الحقيقية هو هذا كتب الضلال أي كتاب يبعد الناس عموما أو على الأقل يبعد الشيعة عن العثرة الطاهرة يضعف عقيدتهم بالعثرة الطاهرة يشككهم في ثقافتهم ومعارفهم يبعدهم عن تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا يعني أن كتب التفسير في المكتبة الشيعية التي كتبها مراجع الشيعة هي كتب ضلال كتب العقائد كتب ضلال أنا ما حدثتكم عن بقية معاني الضلال في عقائد الإمامية للمظفر عودوا إلى برامجي كي تطلعوا عليها وقت الحلقة صار طويلا ماذا أصنع لهذه المطالب التي هي بحاجة إلى توضيح وشرح وبيان تبصر في هذه الرواية وفي هذا الحديث الشريف عن أحمد بن محمد الخزاس قال سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق بالضبط هذا واقع المرجعية السيستانية وهذا واقع أجوبتي وعقائدي وأفكاري إسحاق الفياض والأمر ليس خاصا به جميع المراجع في النجف وكربلاء هم على هذه الجديلة وعلى هذه الطريقة هذا هو الواقع المرجئي البتري المقصر أعوذ بجلالي بقية الله من ضلالهم هذا الحديث طويل طويل نلتقي غدا لازال إسحاق الفياض تحت فاحصة السنار سيستمر الحديث عن البرجع الأعلم الذي عينه لنا السيستاني من بعده نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر